تسوى مثلاً أربعين ألف ريال وعليه مبلغ دين خمسين ألف ريال وعنده مركب ثلاثة ألاف ريال تكفيه ويقول أنا مدين أو غارب هو على كل حال إذا كان بعد أن اشتهاه يوفى عنه ديمة السيارة أو ما بقي من ديمة السيارة أما إذا كان اللي بيشتري وأنا محتاج السيارة فين أعطيه بشي فقالي بشي خمسين ألف وما نعطيك خمسين ألف لأنك لسه بحاجة إلى خمسين ألف إذ أن سيارة بعشرين ألف تكفيه فهناك فرق بين أن يكون قد يشترى وصار من القادمين أو سيشتري إن كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به الكفاة فقط وإن كان قد يشترى وثبت التراهن بإمته فنفي عنه وإذا كان عنده أملاكشف مثل مزرعة أو ملك آخر وعليه مبلغ مثل مئة ألف إذا يعمل الملك ما يقولي حاجة ساعدنا